السلام عليكم و مرحبا بكم معي مرة اخرى على القناة نتمنى تكونوا بخير و على خير ان شاء الله و في تمام الصحة و العافية اليوم ان شاء الله سوف تشوفوا معي هذه الباب خزانية كما شفتها بجوش الالوان سوف نوريكم الطريقة للتفصيل كاملين كما شفتها هنا عندي جوش الاطراف للتوب هذا اللي كان نشوفه خاصة هذا القري خضيته من عندما يبيع التوب بالكيلو يعني كان عندي غير الطرف ما غايكفينيش و في نفس الوقت ما بغيتش نديره جري كامل لبنتي فوقها غايكفيني ففضلت انا ندخل عليه لون اخر باش يكون احسن هنا خضيت التوب طويتو على زوج غير يعني الطرف اللي غايكفيني خضيت فيه تقريبا واحد 30 سنتيمات احترا لما بين 30 تل 34 اللي طويت غادي ندير فقط الضارة هو اللوول لانا غادي ندير جوج الالوان فهنا فضلت انا ندير كل واحد بوحده خضيت المقاسات ديال الطفلة ديالي هنا خضيت خليت 6 سنتيماتر تقريبا ديال الدورة ديال العنق و درت الكتاف درت 17 سنتيماتر يعني 17 سنتيماتر رافيها كل شي يعني درت تقريبا واحد عشرة ولا تسعود ديال سنتيماتر في الكتاف و غادي نديرو الدورة ديال العنق هنزله بجوج ديال سنتيماتر و بالنسبة للكتف فكنزل كذلك بجوج ديال سنتيماتر و كانمشي بخط مائل هاد الخط المائل اللي غادي نمشي بالطول ديالو غادي نطوله اكتر باش نطيحوا الكتاف اهنا يا انا في الاول طيحت بعشرة سنتيماتر ولكن جاتني انا غاديها هابطة بزاف فانقص تقريبا واحد جزو سنتيماتر يعني تقريبا طيحت الكتاف بثمانية سنتيماتر من بعد فكنحددو الطول ليه الصدر اهنا انا درت 18 سنتيماتر طول الصدر كنحددوه من اعلى نقطة و في نفس الوقت كنعودو ننرجع وكنحددوه من النقطة اللي نزلت بها في الكتف باش كيكون تساع هو هادا يعني ما كيجينيش ناقص في نفس الوقت كنحددوه العرض ديال الصدر تقريبا سبعتاش تلت 18 سنتيماتر باش يكون او كان زيدو عليها شوية يعني كان ناخدو اه دورة ديال الصدر اللي عندنا وكان زيدو عليها واحد ثلاثة حتى لاربعة سنتيماتر باش كتعطينا شوية ديال تساع كان هابطو بخط مستقيم من النقطة ديال الكاتف على اه يعني على دك الخط ديال دورة الصدر ثم اه كان نزلو من اه النقطة اللي حددناها ثم كيما شفتو معايا فكان نزل بخط مائل من النقطة اللي حددتها ديال دورة الصدر وكان اه بما ان النقطة اللي نزلنا بها من الكاتف كان نزلو بخط يعني اه بخط اللي كي وازي عفوا اللي كي تعامد يعني كي اعطينا واحد زاوية قائمة مع اه الخط ديال دورة الصدر فكان شكلو تمامايا واحد اه واحد دورة صغيرة يعني واحد دورة صغيرة يعني واحد دورة صغيرة اللي فيها تقريبين جوز سنتيماتر خلها جوز سنتيماتر اه ثم كان نزل بخط مائل يعني حتى اله اه هنا يرا درت شوية ديال افازي في الاسفل تقريبين دورة واحد تنين ثلاثين سنتيماتر احاول نشكل واحد الخط مستقيم من التحت اللي من بعد فغادي ننديرو بشكل مائل ضروري ما كان طلعو من جهة ديال جلائل من جناب كان طلعو من ججل سنتيماتر وكان جيبوها شوية 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 دايرة باش ما اكيجوش دوك جناب مجنحين اهنا هنا تدرت سوف ندرها طويلة لها شوية قصيرة باش تلبس مع ليبوت ها ديرها دمي سيزن هاد توب هادا ماشي ديال شتا وماشي ديال الصيف يعني جاي دمي سيزن ديال الارباه بعد ما حددت يعني قديت الخلف كما شفتو فغديندوزو باش نصايبو الامام اول حاجة غادي ندرها فغنحاول نقد التوب انا غنحاول نستغل التوب اللي عندي كما هو يعني غنقاد التوب من جهة اللي قطعت منها وغادي نجيب التوب الاخر لان الجهة الاخرى كما شفتو فعندي مقطعة شوية فما يصلح شناخد من الجهة الاخرى غنجيب التوب الاخر هاد التوب هادا شري توب المتغ يعني شريت تقريبا هنايا واحد متر للارب تقريبا اللي كنت شريت لانا البنت ديالي عندها في العمر ديالها ست سنين وطوي ولا شي شوية وخامة شي عامرة ولكن طوي ولا شي شوية فاخذيت هنايا تقريبا سبعين اولا خمسة وسبعين سنتيمات خلي خذيت في هاد التوب وجاني ناقص على التوب الاخر وغانتما غا تشوفو كيفاش درتليه باش كملت ذاك النقص اللي كان ما بينوه وبين الاخر وبين التوب هاداك القريب سفي كان وضع التوب كما شفتو كان ندير واحد فوق الاخر وكان قدهم باش غادي نصعبو الامام هاد الجهة اللي كتشوفوها شوية جاية ميلة فانا خليتها مشي مشكلة ما لاناتما غا تكون دورة ديال العنق غادي تقطع غادي تقطع فما ما عليش وخنخليها شوية يعني كان التوب تماشوية ميلة غادي نحط الدهر فوق من الامام وغادي نخلي تقريبا واحد سنتيمات خذيت الخياطة اللي غادي نخلي فقط يعني لان هاد التوب هذا محتاجش مني اننا ندير له السرجي إلا كان التوب اللي غا يحتاج الدير له السرجي فغنخليه تقريبا سنتيم وانصف باش يكون فيه السرجي ويكون كذلك الخياطة كنحطوه التوب فوق الاخر وكنحاولو نقدوه مزيان من جميع الجوانب ثم كنبدو كنتراسيو يعني كنرسموه الظهر في الامام باش يكون عندنا جميع القياسات كما هي كنرسم انطلاقا من العنق الكاتيف ديك الدورة ديال الديراع والجوانب يعني التى الاسفل وكنرسم كذلك الدورة ديال الجلائل بعد ما غادي نساني فغادي نحيد الخلف وغادي نهبط من الامام تقريبا بواحد سبعة سنتيمتر انا في الاول هنا كنت درت تقريبا ستة او لا سبعة سنتيمتر وكنزلو بجوج في الخلف في الامام فدرت يعني النفس القياس اللي درنا في الخلف ونزلت بسبعة سنتيمتر ودرت ديك الدورة ديال الامام كما كتشوفو سافي غادي نقطع غادي نقطع يعني الامام كما هنا يرا كل توب بوحده يعني تحتاني فلون والفوق عني فلون كنقطعهم بجوج مع بعضياتهم كما جتوا معايا وبنسبة ديك البلاسة اللي بقت ليها من الاسفل اللي نقصة فانا كملتها بطرف ديال التوب ودرت فيه البليات باش جاء بشكل عنيق وزميل جدا هنايا غادي نرسمو لكم فكن عبرو لكم اللي عندنا هنايا تقريبا كانت عندي واحد تنين وعشرين سنتيمتر ديال ديك الفتحة ديال لكم غادي ناخد التوب اللي يتبقى ليا غادي نحاول نطوي هنا راني تهنية صوبت كل واحد بوحده إلا بغيتو ممكن تصوبو يعني تطويو التوب على الاخر وتصوبو اللي الدين بجوج ودقة واحدة أنا صوبت كل واحدة بوحدتها كنناخدو دك تنين وعشرين سنتيمتر كنحطوها كنحاولو نطويوها في التوب يعني تكون عنا في الفوق ديال التوب بثنين وعشرين سنتيمتر بعد ما طويتو كما كتشوفو فغادي نحددو الطول ديال لكم يعني الطول ديال لكم من من الكتف حتى المعصم وكننقصو منو هادا كشي اللي هبطنا به في الكتف متلا هبط بعشرة سنتيمتر غا نقص عشرة هبط بثمانية غا نقص تمانية هنايا كنحدد الطول ديال لكم وكذلك تنديرو حد الخط مستاقيم اللي فيه اتنين وعشرين سنتيمتر كما كتلكم وغادي ندخل بجوج سنتيمتر من الجيهة السوف اللي يعني الجيهات ديال تحت الباط ثم كندير واحد الخط مائل بهات الشكل هادا باش كنجي ديال تحت الباط كنجي داخل واحد شوية بجو سنتيمتر كنحدد الفتحة ديال ليد شحال بغيت فيها ديال المعصم ثم كنربط الخطوط كاملة بخطوط يعني بخط مستاقيم ما كيكونش ديال ديال دورة اللي كنديرو في الكم العادي ما كنديروه هاش في الكم اللي كيكون ديال جلدة بالمخزانية صافي غادي نقطع را اسهل ما يكون هي جلدة المخزانية يخصى غيش شوية ديال تركيزه صافي اهنا غادي كما كان ديرو في جلدة صغيرة نفس الشي غادي نديروه تفل كبيرة صافي هذا هو الكوم ديالنا غادي نقطع تتوب الاخر غادي نطوح على زوج وغادي نحط هادي 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 اللي فصلت لانا درت هنا كلها يد بوح ديتها كنحاول نقطع توب يعني نطوعه باش يجيني قد تحتني قد تلفوق عني باش ما يكونش عندي بزاف ديال الشياطة في التوب وما يكونش عندي بزاف ديال ضايع في التوب يعني كنحاول نختاصر ونقتاصد في التوب صافي هنا يا بعد ما تراسيت اليد اللي كنت ديجا فصلتها صافي كنقطع وهانا درت اليد الثانية بقالينا القب القب هنا غادي ندير القب مغلف يعني غادي ندير واحد جيهة بواحد اللون بهاد القري والجيهة الخرب الدخلانية باللون الاخر هانتو ما غادي تشوفوا معايا كيفاش كندير هني كنشوف التوب القياس اللي غادي كفيني على حسب تيجاه اللي غادي ندير فيه كنطويت توب على زوج انا احنا يرى اطويت توب على الوجه دياله عاو تاني رجعت قلبته على الظهر لان الظهر كحل دياله وفيه خطيطات باش يبال لكم افضل فغادي ندير القياس اللي درت في الكتفين هتكون انه واحد جيهة مسدودة والجيهات الاخرين مفتوحين بالنسبة للجيهة اللي مفتوحة اللي كتجي طايحة على الكتف فكندير فيها الطول اللي درت في الكتف من الكتف تن الكتف تمهي اللي كندير باش كيجينا القب ديال الجلاب المخزني كيجي شوية طايح على الكتف فكندير هاداك العبار اللي كان عندي من الكتف حتى الكتف وممكن نزيد عليها واحد سنتيم او لا جوج او لا حتى ثلاثة ديال سنتيمتر قد ما بغيت نكبر القب فقد ما كندير تماية يعني فاديك المالة فاديك يعني فاديك الطول اهلا درت تقريبا درت تقريبا درت تقريبا واحد اربعة وثلاثين سنتيمتر كندر اللي كنت درت في الطول وقسمتها على ربعة من بعد ما قسمتها على ربعة كنحدد هاداك الربع اللي يعني اللي حددته ذاك الربع ديال القب ديال الطول ديال القب وكنحدد عليه واحد الخط اللي يكون مستقيم يكون خط كشكل زاوية قائمة مع الاخر ديال الفتحة ديال القب غادي نعبر الدورة ديال الكل كما شفتو حطيت الامام على الخلف حطيتهم من فوق اللي الكتف مع بعضياتهم وكنحدد الدورة ديال الكل اللي عندي فيها تقريبا هنا يا تقريبا جاتني فيها شي 23 سنتيمتر وكنشوف ديك 23 سنتيمتر فينا بلاسة جاتني فوق هاداك الخط اللي درتو من الربع ديال ديال الفتحة ديال القب بهذه الطريقة نتمنى تكونوا فهمتوني لما فهمتوش مزيان فاخليوها لي في التعليق وان شاء الله نعود نشرحها لكم بطريقة افضل سافي كان نزل بخط مائل لعند النقطة اللي حددت تقريبا نشي 25 سنتيمتر اللي درت فيها وكنجي لدك الخط المائل اللي رسمته وكنقسمو على جوج ثم كل نصف وكنعود نقسمو على جوج ينك يكون مقسم على اربعة وكنشكلو بهذه الطريقة هادي في كل نصف يعني المنتصف ديال النصف كان طلع بسنتيمتر وكندير واحد الدورة يعني شكل ديال الدورة بهات الشكل هاته باش كي يجينا ضاير على الكل كامل هذا هو القب ديالنا كم ما شفته غادي ناخد التوب الاخر اللي غادي ندير به الدوبلر او لا غادي ندير به الجهة التانية ديال القب كنحط القب فوق الاخر وكنخلي واحد يعني واحد المساحة زيدة لانني بغيت ندير به حتا لباغ منتور باش ملي تكون الجلة بكتحل من ديال الفتحة ديال العنق مايبانش ليا الظهر ديال التوب باش كي تجي تما كي يبالينا التوب الاخر هنا يا حطيت القب كيما هو وزيت عليه تقريبا واحد العشرة سنتيمتر طول عشرة حتى تلتناشل سنتيمتر طول كيما كتشوفو غادي نحط هنا يا غادي نحط الامام مع القب يعني كأنني غادي نلسقهم را هكتا كي تلسق وكنجوف شحال خسني انها بطف ديك لابار منتور او لديك البيطانة شحال غادي نبغي فيها ديال المساحة اللي غادي نهبط فيها تقريبا غادي ندير واحد العشرة تال 15 سنتيمتر ثم كنخرج فيها بواحد ربعة ستة ديلة سنتيمتر بحال هكتا اللي يكون فيها ديال العرض وكنحاول نطلع بيها تقريبا واحد ثمانية سنتيمتر وكندير واحد الدورة بهتشكل هادا رافش كنديروها يعني في الباتخون العادي كتكون اسهل ولكن هنا يا يلا كنتم مولفين را غادي ديكم اسهل كذلك هكدا بهات الطريقة هادي يعني باش كتعطينا واحد ربعة ولا ستة سنتيمتر خدايرا على المساحة ديال الكل حتى الحل بلصة ديال النهاية ديال الامام سوف نبدأ نقطع كما شفتوا الخلف غادي يكون كما هو ولكن الامام غادي نخرج بديك ربعة او لستة سنتيمتر بهات الشكل هادا ما غاديش نقطعها غادي تبقى لازقة مع القب اللي قطعت بهات الشكل هادا هكدا غادي يكون عندي القب هدا هو الامام وغادي يلسق فوق منه القب يعني من بعد ما يتجمعوا هادا فغا يلسق فوق منه بهات الطريقة هادي باش مليك تتحليك الفتحة ديال القب كي بلنا الداخل باننا را كين دكتوب لعني ديال القب ثم غادي ندوس غادي نفصل هنا غادي نفصل جيب اللي درت انا فصلت في الاول جو جيب من كل لون ولكن في الاخير لستقت غير واحد كما شفتوا معايا في الصورة في الاول فلسقت هداك اللي مزوق اللي فيه لي موتيف اللي سقته فوق من الجهة اللي فيها غير غري اه صافي ويعني بواحد الطريقة احطته ميل شوية باش اعطاني ديكوراسيون وصافي يعني ما 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 درت يعني ما ما خضيتش واحد الجهد مثلا في هالجيب ولا يعني هادي درت تقريبا واحد اه ستاش او تمانتاش لسنتيمات خم مربعة وصوت بها جيب اللي غادي نلسقو فوق من الجهة الخراسة في هاو ما اللي يدين القب هاو الخلف والامام وكذلك القب غادي نخيطوهم بالشكل العادي هنا يا كما شفتوا الامام ديالي راه نقص ولكن راني من بعد لسقت فيه طرف اخر باش كملت ولكن كملتو بلي بلي ما كملتوش بالشكل العادي ديالو درت فيه بليات باش اعطاني واحد الموديل زوين من اه من تحت من الاسفل ديال الجلابة هانتو ما غادي تشوفوه معايا هيا من بعد ما خيطا فالخيطة كتكون عاعدية كما قلت لكم هادي هي اللي السقت هدا هو الدبلور ديال القب اللي فيها اللي بغموتيغة نازلة والطرف الاخر اللي بالقريره جاي من التحت اللي الدين كما شفتوه فخلفتهم الجيهة اللي سامبل درتها مع الجيهة اللي مزوقة اللي مزوقة مع السامبل والقب كده اللي كدرتو تمه عافوان الجيب وهاد الاسفل هدا فكما شفتو درت فيه بليات وخليت فتيحات صغار في الجنب تقريبا واحد خمسة سنتيمتر وكففتها وكان هذا هو الشكل ديالها نتمنى ان الفيديو يكون لانجابكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله